ده هيرفع هنا التوقعات عند جمال إسماعيلي إنت عايز توقفهم فين؟ هتقول لهم خليكوا وقفين في الحتة الفرغمية ما ترفعش بقل ما برضو إحنا ساعات مشاجعين الكورة عمتنا وربي حب الكورة أول ما تحس بحاجة حلوة تلاقي توقعاتك ارتفعت على آخر يعني تلاقي أحد يقول لك مثلا إحنا عايزين نبقى مربع زائب إحنا عايزين ننفس على الدول عايزين ناخد الكاس إحنا عايزين مش عارف إيه تحطهم فين في المنطقة الطبيعية لأ لسه بنتكلم أنه أنت جماهيرنا مركزين وعارفين إيه الوضع بالضبط يعني إحنا مش عايزين نضغط على الجهاز واللعيبة ودي حاجة من الحاجات اللي هتساعدهم عشان مشروعنا يكمل بشكل كويس ما نضغطش عليهم لكن هم هشوف حاجة كويسة النهاردة الناس كلها مبسوطة حتى جمال إسماعيلي يا جمال إسماعيلي النهاردة حتى شايفه على سوشيال ميديا هو مش متأزم جدا مش شايفه أنه كان فيه مشكلة حتى شكويس واشتغلنا خالص الناس حاسة كان فيه جهد الناس تعبت أعتقد النادي الإسماعيلي لو حللت كده والكلام ده علاج مستمر وتحليل مستمر من جهاز الفن بيقاتل كاتل نهاب محتاجين الأمون الجامعية هتزيد شوية الفترة اللي جاية وده أنا بقول لك بسبب تتابع المباريات هتلاقي شهورين عجون هيبقى أكتر وفرصنا هتبقى أحسن ونقدر يعني من شك كتير نخلصها بشكل قوي جدا لكن لا جماهيرنا أنا بأتكلم أنا بقول منظومة وعقلياتنا كلها ماشية مع بعض إن إحنا لا ما فيش ضغط على الجهاز ولا اللعيبة إحنا في ظروف صعبة كلنا لازم يعني نتحد مع بعض عشان يطلع حاجة كويسة في التوقيت ده وبعد كده الإسماعيلي إن شاء الله هيروح بعد كده لمناطق كويسة جدا جدا ونقدر نشتغل على يسعد الناس بعد كده إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر